لا شيء مستحيل اسمي ياسين انا شاب في الواحدة والثلاثين من العمر اعمل حاليا في احد اهم الشركات المنتجة والموزعة الادوية في العالم انا من عائلة رسخت في نفسي مبادئ الاخلاص والتفاني في العمل عملت بجد واجتهدت الى ان حصلت على نتائج خولت للسفر الى الخارج للدراسة في فرنسا كان اساتذتي في باريس يشيدون بمستواي الدراسي وباخلاقي وكانوا يقولون لزملاء المغاربة يجب ان تكونوا فخورين بان لديكم شابا مغربيا مثل ياسين كلامهم منحني دافعا اكبر للكفاح والمثابرة من اجل الوصول الى هدفي لا انكر ان الغربة لم تكن سهلة فقد كنت خجولا بطبعي ولم انسجن بسهولة مع الوضع ولكن لحسن حظي صادفت اناسا طيبين ساعدوني في غربتي واصلت دراستي في الهندسة ثم انتقلت للعمل بجمهورية تشيك لقد كان هدفي الاساس من الهجرة الى هذا البلد هو انالج شركة كبيرة لانتاج وتوزيع الادوية ولكن للأسف تم رفضي لما تقدمت للعمل بهذه الشركة فانا لم اكن ذا خبرة في تخصص معين وبالرغم من ذلك لم افقد الامل لانني من النوع الذي اذا وضع هدفا امام عينيه جاهد للوصول اليه عدت للدراسة من جديد فاخترت ان ادرس شعبة ستمكنني من الحصول على منصب في تلك الشركة وبالفعل بعد ان انهيت دراستي ارسلت سيرة الذاتية الى الشركة فاستدعيت على الفور لاجراء مقابلة العمل الاولى وبعد سلسلة من الحوارات تم قبولي حققت الان حلما مهما من بين احلامي والكل يشيد بمستواي في هذه الشركة لدرجة انني حصلت على جائزة تقدير بعد مدة وجيزة وها انا اليوم وبعد سنوات قضيتها في المهجر اعود الى وطني حاملا معي خبراتي لانجز مشروعا انخرط به في اوراش التنمية ببلادي النهاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر